مرحبا حضرتكم مرة تانية الحقيقة مبارح تبعنا حدث هام جدا وهو زيارة مهمة لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الكويت التقى خلالها أمير الكويت وولي العهد أيضا كمان رئيس الوزراء الكويتي وتم التباحث في بعض الأمور الإقليمية والتعاون بين البلدين خلينا نتكلم عن دلالات هذه الزيارة أبرز الملفات اللي تم ترحاها مع الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير في مركز الأهرام للدراسات صباح الخير على حضرتك دكتور وأهلا بيك معنا في صباح خليم مصر أهلا بيك أستاذة جمانة وأستاذ أحمد أهلا بيك دكتور أهلا بيك فنم دايما بيكون في عدة عوامل نقدر نقرأ من خلالها أهمية الزيارات الرسمية ودلالتها أيضا من أهم هذه العوامل هو عامل التوقيت عايزة أعرف من حضرتك أهمية هذه الزيارة خاصة في هذا التوقيت يعني الشهر الماضي زارة الرئيس السيسي الإمارات العربية المتحدة وكانت تعرض لهجوم رهابي شديد من الحسيين وأكد الرئيس على أمن الإمارات وأمن الخليج هو جزء من أمن القوم المصري إذن التوقيت مهام وهذا الشهر يزور الرئيس السيسي الكويت ويلتقي بشقيقه الأمير نوافل أحمد ليؤكد دائما السوبة المصرية بأن مصر تعتبر أن أمن الخليج هو جزء من الأمن القوم المصري وهي تهديد لهذا الأمن هو تهديد الأمن المصري ويؤكد أن مصر بكل إمكانياتها تقف إلى جانب الدول العربية والدول الخليجية في تحقيق استقرارها وأمنها وبالتالي هذا توقيت مهم لأن المنطقة العربية يعني خاصة في العقد الأخير تتعرض لتحديات كبيرة يعني نقول أن هناك حالة من الهلمية والسيولة نتيجة اتشار الصراعات في بعض الدول الحروب، قطر الإرهاب، أزمات كثيرة تدخلات خارجية في المنطقة العربية وبالتالي هنا مصر في التوقيت ده هي ما نقول عليه بتلم شامل العرب أو تسمى مصر هي القاطرة الآن التي تقود العمل العربي المشترك في الحفاظ على النظام الإقليم العربي على التعاون العربي دفع هذا النظام ومجاهة التحديات وبالتالي هي زيارة مهمة في توقيت في مقرجاتها سواء على صعيد العلاقات السنائية بين مصر والكويت وهي علاقات طبعا علاقات تاريخية سنتحدث عنها أو على مصار القضايا والأزمات الإقليمية والتحديات اللي بتواجه الأمة العربية كما أنها أيضا تأتي في توقيت مهم في الإطارة الاستعداد للقمة العربية المقبلة بالجزائر ونحن نعرف أن الكويت يترأس الدورة الحالية للجامعة العربية وبالتالي يتمثل أهمية كبيرة في هذا التوقيت دكتور أحمد تتذكر قبل سنوات كان في مقولة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مسافة السكة وده كانت بتؤكد على قرب دول الخليج تحديدا وفكرة أن مصر أبدا لن تتخلى عن دول الخليج في أي وقت كان مبارح البيانة الخاصة بالمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ذكر أن هذه الزيارة هي دعامة قوية للاستقرار الإقليمي والاستقرار للمنطقة العربية ككل إلى أي مدى التعاون المصري الكويتي يدعم هذا الاستقرار طبعا هي مقولة طبعا قالها الرئيس السيسي هي ترجمت في أفعال وسياسات صحيح وأبدا مصر دائما مع الدول الأشقاء حتى بالنسبة لكويت يعني نتذكر في حرب التسعينات عندما غزل عراق الكويت كانت مصر من الدول التي كانت على جابهة القتال في تحرير الكويت دفاعا عن الكويت وشعب الكويت صحيح وتأكيدا على سيادة واستقرار الكويت وبالتالي هي سياسة سابتة سياسة مصرية أكدها الرئيس السيسي في كل المحافل وكل الأفعال كما أشارت شارل ماضي زر الإمارات عندما تعرضت لجوم إرهابي من الميليشية الإرهابية في اليمن الحوسية وأكد على أن أمن الخليج هو جزء من الأمن المصري وجزء من الأمن القوم العربي وبالتالي هو واحدة متكاملة الأمر المهم أن في ظل حالة الأوضاع العربية نقول هناك ما نسمى دول الصلبة دول الصلبة التي على رأسها مصر المملكة العربية السعودية الإمارات العربية الكويت هناك دائما منهج مصري فكرة التعاون بين هذه الدول الصلبة على مصارين مصار الأول وتعزيز العلاقات السنائية تحقق التنمية الاقتصاد الإصدهار الإصمارات المشتركة باعتبار أن هذا التعاون هذه التنمية يتجابه الطيار الآخر أو المشروعات الأخرى مشروعات التخريب والتدمير والإرهاب والتدخلات والتفتيت والتقسيم وبالتالي هنا منهج التنمية هو أحد المداخل لمواجهة كل هذه الأزمات هذا مصار المصار الآخر هو التكاتف أو التطابق في الرؤى حتى في المواقف التنصيق المستمر للتعاون مع التحديات المختلفة دعم القضايا العربية القضايا الفلسطينية دعم تسوية الأزمات في الدول العربية في ليبيا في اليمن في سوريا وفق إطار الدولة الوطنية سريط الدولة العربية رفض كل أشكال الإرهاب والميليشيات الإرهابية رفض التدخلات الخارجية الحفاظ على واحدة تستاذ هذه الدول وبالتالي هنا القضايا العربية كجزء من المصار وثم القضايا السنائية مصر والكويت تجمعهم روابط تاريخية حقيقة يعني البلدان يحتفلان هذا العام ببرود 60 عاما على العلاقات الدبلوماسية هناك استثمرات كويتية ضخمة في مصر في مجالات متعددة ترتفعت بشكل غير مواصبوخ مؤخرا كمانا صحيح وشارت طفرة طبعا في عهد الرئيس السيسي طفرة كبيرة وبالتالي هنا المنهج التنموي هو الذي يدعم فكرة التشابك بين الدول العربية لأن المصالح الاقتصادية والمصالح المشتركة والنفع المتبادل هو المنهج الذي يقوّل العلاقات ويدعم هذه العلاقات ويثبتها علاقات تاريخية علاقات على المستوى الشعبي يضرع مهم جدا حيال توطيد العلاقات صحيح وده مهم جدا وذلك المنهج المصري حتى في العلاقات مع إفراقيا ومع كل الدول فكرة المنافع المشترك المصالح المشترك أن تترجم العلاقات إلى سياسات إلى أفعال إلى خطوات تعود بالنافع على كلا البلدين وكلا الشعبين وبالتالي العلاقات المصرية الكويتية هي أحدى علاقات مصر مع الدول الصلبة كما رأينا مع المنقل العربية السعودية مع الإمارات مع الكويت تمثل ركيزة للأمن والاستقرار تمثل ما يسمى صمام الأمان في مواجهة التحديات للأمة العربية هناك تحديات كثيرة المنطقة العربية للأسف هي السحل الأولى في العالم التي سمها السحل ملتهبة فيها تدخلات خارجية من كل القوى الإقليمية والدولية فيها أكبر معدل منها للصراعات والحروب والنزعات أكبر معدل لتصدير الهجرة غير الشرعية واللاجئين للخارج يعني هي منطقة ملتهبة للأسف في مرحلات ما بعد ما عرفها بالربع العربي وبالتالي هنا لملمت المنطقة العربية وتحقيق الاستقرار يحتاج إلى الدول القاطرة الدول الصلبة ومصر هنا وذلك تتحرك مصر على كافة المستويات استقبل رئيس سيسي الشارل الماضي الرئيس تابون الرئيس الجزائري في مصر ثم زار الإمارات علاقات مستمرة لمعدل العربية يعني مسمى حفاظ النظام الأقليم العرب هذا هو سمام الأمان الذي يضمن الاستقرار ويواجه التحديات الخارجية طيب دكتور أحمد يعني خلينا يعرف من حضرتك أبرز المخرجات المتوقعة من اللجنة العليا المصرية الكويتية اللي طبعا حتى تعقد قريبا وإلى أي مدى تؤثر وتنعكس هذه الزيارة على تلك المخرجات هذه اللجنة طبعا هي أحد أليات ما يسمى أساسة العلاقات بين البلدين اللجنة العليا الكويتية المصرية المشتركة وهي طبعا مخرجاتها مهمة في طبعا الاستثمار المشترك التبادل التجاري هناك علاقات قبيرة قوية اقتصادية بين مصر والكويت وبالتالي لأن أيضا نقطة مهمة وده مرتبطة بسلسات الخارجية المصرية وزيارات الرئيس الخارجي فكرة العلاقة بين الأساسة الخارجية وبين التنمية في الداخل يعني دائما نوظف الرئيس هذه العلاقات سواء مدى العربية مدى الأفريقية مدى الأوروبية يعني مع كافة الدول في دعم التنمية في الداخل بما يعود في نهاية المطاف على المواطنة لمصر بمعنى الآن مصر تشهد معادل نمو اقتصادي غير مسبوك هناك مشروعات قوامية كبرى في محور التنمية في قناة السويس في العاصمة الإدارية في كل أرجاء البلاد هذه المشروعات في ظل نجاح البرنامج للسلاح الاقتصادي بشهادة المؤسسات الدولية ومناخل السسمار والميزة النسبية الاستقرار السياس والأمني هذه البيئة كلها تمثل بيئة وعيدة لجذب للسسمارات الخارجية ومنها بالطبع للسسمارات العربية والكويتي وبالتالي مصر الآن هي محطة جاذبة لكل السسمارات الخارجية خاصة في الظل بيئة مضطربة في الشرق الأوسط بيئة مضطربة في شرق أوروبا الآن والعالم كله كما نتابع حالة من الاضطراب في أوروبا وفي شرق أوروبا وروسيا وأوكرانيا وبالتالي هنا مصر من الدول سموها الجاذبة لرأس المال لرأس المال يبحث عن الأمان عن الاستقرار السياسي عن الاستقرار الأمني عن الفرص الكبيرة وبالتالي الزيارة واللجنة تمثل أهمية كبيرة في زيارة تطوير العلاقات الاقتصادية زادت الاستثمارات الكويتية في مصر أيضا مشروعات ومساهمة الكويت في مشروعات القومية العملاقة تمثل أيضا دعما في مجالات التعاون الثقافي ثم هناك نقطة مهمة وهي التعاون في مجال الأمني ومجال مجالة الإرهاب يعني كما أشار الرئيس السيسي أمس في لقائه مع شقيق الأمير نواف قال إن مصر وكويت يتطبقان في وجهة النظر ووحدة الرؤى في مجالة الإرهاب والفكر المتطرف في تحقيق الاستقرار وتحقيق التنمية وبالتالي هنا الكويت أيضا تمثل ركيزة مهمة في التعاون مع مصر ومصر تحديدا لها يعني خبرة في هذا المجال مجال مكافحة الإرهاب يعني وفي وقت من الأوقات كانت تحارب الإرهاب نيابة على العالم أجمع ده حقيقي وبعدين مصر لديها ترغوبة فريدة مميزة أنها كانت دائما تسير بمصران متوازيين مصر مكافحة الإرهاب واستقصال هذا الفكر الإرهابي والقضاء على البنية تحتيال الإرهاب ومصر التنمية وهذه النموذج مهمة يعني لم يعقل أو يعطل محرابات الإرهاب التنمية وإنما صارها متكاملان حقيقة شرط لنقطة في غاية الأهمية وفكرة اطراب العالم في الوقت الحالي ويعني الكل يشاهد ويتابع التوتر الموجود سواء كان في أوكرانيا وروسيا ويعني انتفاض العالم من جديد وربما شبه المحللين والمتابعين لهذا المشهد بإعادة صياغة لدول العالم الجديد والقوى العظمى من جديد أهمية استقرار منطقة الخليج تحديدا في هذا الوقت منطقة الخليج تمثل منطقة مهمة يعني اقتصاديا واستراتيجيا وأمنيا منطقة اقتصاديا يعني المنطقة الأولى في العالم في تصدير في أمن الطاقة في تصدير النفط والغاز وبالتالي استقرار الخليج يؤمن الاقتصاد العالمي ويؤمن أمن الطاقة العالمي وفي ظل الآن هناك عقوبات على روسيا وبالتالي حتى بدأت تنعكس فيه يعني ارتفاع مع أسعار النفط عالميا فيه أزمة أول مرة وصل لتعريبا وصل لأول مرة مزبوك طبعا وارتفاع الأسعار في أوروبا يعني العالم يشهد مرحلة من الغلاء شديد بسبب هذه التوترات وهذه الظروف وبالتالي أمن الخليج يمثل الهمية كبيرة لأن على مدار التاريخ العقود الماضية كانت دايما الخليج في ظل الأزمات الكبر هو الذي كان يؤمن بالذات من المنطقة العربية السعودية تؤمن إمدادات العالم من النفط ومن الغاز بحيث تحقق نوع من الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب والأسعار العالمية وبالتالي هنا تأكيد الرئيس السيسي على أمن الخليج وعلى وحدة الخليج والاستقرار الخليج ويمثل أهمية ليس فقط لمصر والدالة العربية ولكن أهمية للعالم كله وبالتالي هنا الرسالة الأهم في هذه الزيارة وفي هذه العلاقات هي تأكيد أخوية العلاقات بين البلدين هي مصر مشترك ومستقبل مشترك. هي دائما تؤكد أن تعاون التطور مستمر. تؤكد دائما أن مصر هي الشقيقة الكبرى لكل دول العربية. ودائما بكل إمكانياتها تسخرها لحماية أمن الدول العربية. أيضا تؤكد أن تطابق وجهات النظر فيما تعلق بالتعامل مع الأزمات القضايا. التحديات. مواجهة المخاطر. الإرهاب. التدخلات الخارجية. لأن كان هناك بعض الأطراف تحاول العبس بأبنى الخليج والدول الخليجية. لكن أنا في اعتقادي أن دائما أن مصر ببنهاجها. ودائما بتوفير مظل عربية للتعاون والأمن والتنصيق. تمثل الهمية كبيرة. طبعا. إحنا لو بصينا كمان على تي استراتيجية الحقيقة بتعمل عليها الدولة المصرية. زي ما حضرتك كلمته. هو خاصة بذراع هام. يعني بندوره هو يقوّل علاقات أكتر. هو الذراع الاقتصادي. وده نقطة مهمة جدا. لو بصينا لحجم استثمارات دولة الكويت في مصر. نلاقيها أنها حوالي 15 مليار دولار. وأن دولة كويت هي ثالث شريك تجاري لمصر بعد السعودية والإمارات. ورابع شريك تجاري عالميا. عايزة أعرف من حضرتك أهم نقاط الاستثمار وأهم القطاعات التي يمكن أن ننمي الاستثمار بين الدولتين مصر والكويت. بالطبع نقطة مهمة كما أشارتي. الكويت تمثل شريك اقتصادي. وزي ما أشارنا العلاقات بين الدول الآن تقوم على المصالح. يعني فكرة العلاقات الإيدولوجية انتهت. يعني الآن المصالح المزايا النسبية. ماذا تقدم مصر للكويت وماذا تقدم الكويت للمصر؟ ما هي مزايا النسبية للكويت الاقتصادية والمزايا النسبية للمصر؟ مصر ديها مزايا عديدة. مشروعات قومية. هناك فرص واحدة للاستثمار. خمنا كمناخ كيفية كفية استثمار. وبالتالي هناك مشروعات كبيرة يمكن الاستثمار فيها. بزادة في العاصمة الأدارية في المشروعات القومية. في مجال الطاقة في مجال النقل في مجال البتور كمويات أيضاً الكويت لديها 120 كبيرة في هذا الأمر. هناك أيضاً الاستثمارات الكويتية في مجال الإسكان. في مجال العقارات. يعني هناك مجالات متعددة يمكن البناء عليها وتلميتها ونحن أن نلاحظ أن هناك تصابق أو تنافس يعني ربما دولي وأوروبي حتى في الاستثمار في مصر باعتبار كما أشارنا أن مصر ديها الآن مزايا نسبية ورأينا القمة الأفريقية الأوروبية الأخيرة دائما تؤكد أن مصر دائما أصبحت محور ركيزة في تفاعلات المنطقة سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الأمني أو على المستوى الاقتصاد. المستوى السياسي كدولة مهمة في معالجة الأزمات والتسوية الصراعات وتحقيق الاستقرار على المستوى الأمني في مجالة الإرهاب والتحديات والهجرة غير الشرعية على المستوى الاقتصادي في تحقيق التنمية والازدهار. ونحن نعرف أن مصر ديها رؤية ضخمة. عشرين ثلاثين كما لدي المنطقة الأرباس السعودية. الكويت أيضا لديها تجربة اقتصادية مهمة ولديها يعني مشروعات مهمة. وفي ظل أن هناك الآن توجه إلى الاعتماد على تنويع الاقتصادي في الكويت يعني عدم الاعتماد فقط على النفط أو الغاز كمصدر وحد للدخل. هناك الآن في دول الخليج يتجهون إلى توسيع بنية الاقتصاد اعتماد على المصادر الأخرى للدخل غير المصادر النفطية. وهذا يعني يولد فرص وتشابكات اقتصادية مع الدول الأخرى خاصة مثل المصف. وبالتالي هذا يدعم ويدفع العلاقات الاقتصادية للتطوير في مجالات متعددة تنعكس وإجابة على الشعبين المصري والكويت. نعم دكتور أحمد سيد أحمد الخبير في العلاقات يعني بالأهرام الاستراتيجي بنشكر حيك فاني بالمركز الاستراتيجي بنشكر حيك فاني معنا وجودك معنا في صباح الخير يا مصر وسعداء بوجودك معنا شكرا فاني شكرا لحذيك فاني